سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية سيرة الحواريين الحلقة الأولى سكينة إزايك؟ أهلاً يا عماد كيف حالك؟ بخير الحمد لله أها عريم وعيدنا بكرة نمشي لخلط صفية أيوة بإذن الله إنت عارف خلط صفية دي كل ما تسمعها بتحكي تنجذب وترتح لها أكتر رهيبة في الحكي وأها نتقابل بكرة نتقابل بكرة بإذن الله إن شاء الله كيف كون يا شباب؟ الحمد لله خلاص جاهزين نمشي لخلط صفية الليلة الحمد لله إن شاء الله يالله أكون أرحب؟ يالله نمشي نمشي منا لمشي أفتح الباب ودخل الشباب دال حاضر 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 أنا ما شايفه عمر ما عرفه وين حاضر إزيك يا خلط صفية إزيك يا منال سلام عليكم أهلا وسهلا تفضل تفضل الحمد لله الحمد لله لا يخليكم الحمد لله كيف أنتم تفضل وتفضل والله يبارك فيهم يا أولادي اللي يخفصهم الشعي يا منال إن شاء الله هاي ختيته يا خلط صفية أها الليلة عندكم طلب محدد؟ أيوة يا خلط صفية أهلا الليلة أنا حاختار سرطة الحواريين أهلا عايزين نعرف الحواريين ديل منه أهلا وعملوا شنو بالضبط موافقين يا جماعة؟ موافقين أكيد أكيد طيب أنا كمان موافقة على طلب خالدة يا شباب تاسلم يا خلط صفية الله يبارك فيك الله شكرا لك طيب في البداية يا شباب خلونا أوضح لكم إنه السيرة دي دونا طبيب يوناني اسمه لوقة أهلا وفي شكل رسالة مطولة لواحد من أصحابه اسمه سيوفيل سيوفيل وبالمناسبة دي كانت الرسالة التانية من اللغة لصاحبه سيوفيل أهلا وقال ليه فيها أخوي العزيز سيوفيل في كتابي الأول حدستك عن كثير من اللي سيدنا عيسى عليه السلام كان بيعملوا ويعلموا للناس من البداية والغاية اليوم اللي رفعوا فيه الله للسلام بعد ما أدى الوصايا بتاعته بواسطة الروح القدس اللي هو السر الإلهي لحيرانه ومعوسينه الحداشر اللي هم بوتروس، يوحنى، ويعقوب، وأندراوس، وفيليب، وتوما، وبرترلمي، ومتة، ويعقوب، ابن حلفى، وسمعان القوم المتحمس، ويهوز ابن يعقوب وابعد موت مختار الله عيسى، مبعوسينه الحداشر، ما كانوا متأكدين إنه الله بعث حي ولما شاف حيرتهم دي بيين ليهم إنه حي بأدلة وبراهين كثيرة وعلي مدى أربعين يوم كان بيصهر ليهم بنفسه عشان ينوّرهم ببعض الأمور الخاصة بمملكة مختار الله وفي مرة وهو بيأكل معاهم وصاهم وقال ليهم أسمعوا يا أحبة أسمعوا كلامي وما تطلع برمي من مدينة القدس لغاية ما وليكم الكريم يتم وعده لكم زي ما سمعتوا مني وزي ما عارفين إنه النبي يحيى كان عمد الناس بيتخطيصهم في الموية دلالة على التوبة اللي بعدها يكون وفرنا الزنوب من الله الرحيم لكن انت بعد أيام غليلة حتتملوا بالسر الإلهي ودهوا وعد الله ليكم ولي كل عبادة المتقين أها والمبعوثين قاموا سألوا سيدنا عيسى عليه السلام أثناء وجودوا معاهم وقالوا ليه يا غايدنا هل انت حتحررنا من العدو؟ وهل حتحني مملكة بن إسرائيل؟ وهل حتتولى السلطة فيها؟ جريب يا أحبة الأوقات والمواعد حدد المولى الغدير بسلطانه الخاص وسلطانه ده هو الأقوى لكن المهم هو إنكم حتنالوا غوة بواسطة السر الإلهي وبواسطة الغوة دي حتكونوا شهود علي أعمالي وغوالي في القدس وفي كل بلاد يهوزة والسامرة وفي كل الدنيا وبعد ما قال ليهم الكلام ده الله رفعوا للسمى قدام عيونهم ودخل في سحابة وغاب عن نظرهم وفي أثناء ما كانوا بيعينوا للسمى والسحابة بتبتعد عن نظرهم فجأة ظهروا ليهم ملكين في ملابس بيضة وقالوا ليهم يا رجال الجليل ما يكونوا أكفينوا بيعينوا للسمى كده عيسى اللي اختاروا الله ورفعوا للسمى ده هو نفسه اللي حيرجع بنفس الطريقة اللي شفتوا طلع بيها منكم وبعد ذاك حيران سيدنا عيسى الحداشر رجعوا للقدس من جبل الزيتون والجبل ده قريب من القدس وبيبعد عنها حوالي كيلو متر واحد ولما وصلوا للقدس طلعوا طوالي لقوضهم اللي كانوا ساكنين فيها في الطابق الفوق والحيران ديه كانوا مداومين على الصلاة ودعاء الله مع بعض وكمان كانوا بيصلوا معاهم بعض المؤمنين ومن ضمنهم بعض النسوان ومنهم مريم ومسيدنا عيسى وأولاده وفي يوم من الأيام اجتمعوا حوالي 120 من أدباع سيدنا عيسى بما فيهم الحيران وبعض النسوان وبطرس وقف وخطب فيهم وقال يا أخواني وأخواتي أكتح كلام بطرس عشان أوضح معلومة بخصوص يهوزة الأسخريوتي والمعلومة دي هي أن الأحبار اللي هم شيوخ الدين كانوا اشتروا بإسم يهوزة الأسخريوتي قطعة أرض من ماله اللي استلموا تمن لخيانته بالتبليغ عن سيدنا عيسى عليه السلام وفي الآخر ندم ورفض المال ده والشيوخ الدين قاموا حولوا قطعة الأرض دي لمغبر اللي دفن الناس الغربة أما يهوزة الخائن فشنق نفسه ووجع على بطنه وبطنه انتشرتت ومصارينه تكبت في الأرض وأهل القدس كلهم عرفوا الحكاية دي وسموا الأرض دي أرض الدم أها بطرس استمر في خطابه وقال أخواني وأخواتي ورد في مزامير داود عن يهوزة الخائن يا ريت الله يجعل داره خرابة ومهجورة وما يسكن فيها زول ورد عنه في مكان تاني في المزامير حتى مكانه في الدعوة يا ريت يأخذه زول تاني عشان كده نحن حقه نختار لينا واحد عشان يكون شاهد معانا على بعث وقيام المسيح من الموت والزول دا لازم يكون من الناس اللي رافقونا وكانوا معانا طول المدة القضاها معانا سيدنا عيسى عليه السلام بداما الوقت اللي كان فيه النبي يحيا بيدعو الناس عشان يتطهروا في نهر الأردن ولغاية اليوم اللي رفع الله فيه سيدنا عيسى للسماء أحايا يا جماعة المجتمعين وافقوا على فكرة بطرس واخترحوا اثنين عشان يكون واحد منهم في مكان يهوزة الأسخريوتي والاثنين ديل واحد منهم كان اسمه يوسف ابن سابة وكان برضو اسمه صديق والتاني كان اسمه متياز والمجتمعين قاموا وصلوا ودعوا الله وقالوا يا رب انت عالم بما في القلوب يا رب أرشيدنا للي ممكن نختاره من بين أخوانا الاثنين ديل عشان يقوم بتبلغة دعوة ويكون مبعوز بدل يهوزة لأنه يهوزة خلى الخدمة دي وتبعى الشر ومشى للحاجة اللي بجي تناسب معاه فعلا أها والجماعة ديل جام مرموا القرعة والقرعة وقعت على متياز وضموه للمبعوثين وكملوا به العدد الـ 12 وبعد ذلك لما جاء عيد الحصاد البيج عادة بعد خمسين يوم من عيد النجاة والرحمة أتبع سيدنا عيسى كانوا مجتمعين ما بعد في القدس وفجأة جاء صوت من السماء كأن صوت عاصف قوية والصوت دمى لما كان الإتناع وظهرت المجتمعين الألسنة كأنها من نار والألسنة دي توزعت وركت على كل واحد منهم وحسب وعد سيدنا عيسى السابق أتباعوا دي لإتمالوا كلهم بالسر الإلهي عشان كده بيقوا يتكلموا بلغات مختلفة في الوقت داك كان في القدس في كثيرين من القياء بن إسرائيل جو من كل بلاد العالم مجموعة من الناس دي سمعوا الصوت واجتمعوا وكانوا مختارين جداً لأن كل واحد منهم كان بيسمع أتباع المسيح عليه السلام بيتكلموا بلغته أتباع المسيح فعلاً يتكلموا بلغات كثيرة وذكر اللغات دي موجود بالتفصيل في سفر أعمال الرسل اللي هو سيرة الحواريين أها قلنا إنه بن إسرائيل كانوا محتارين في أمر اللغات الغريبة دي وحيرتهم دي خلتهم يسألوا ويقولوا إذا كان الجماعة دي كلهم من منطقة الجليل كيف قدروا يتكلموا لغاتنا الكثيرة دي كلها؟ أيوة الموضوع ده بيت جد محير القصة شنو؟ يا أخوانا الجماعة دي يمكن سكارة طيب يا أولادي الليلة حقيب بالسيرة الطويلة دي هنا أنا بقباه هنا وبإذن الله المرة الجاعة هحكي لكم الجزء الثاني رأيكم شنو؟ الله يخليكم يا أولادي الله يبارك فيكم الله يخليكم الله يخليكم الله يخليكم الله يخليكم تحييز الروك اشتركوا في القناة